أعزي أقولكم النادي الأهلي في الدوري المصري رقم 43 عمل شوية أرقام حلوة وعظيمة جداً لعب 29 مباراة في 29 مباراة فاز في 23 مباراة تعادل في 6 مباريات وسجل 54 هدف أقوى خط هجوم قبل 5 مباريات واستقبل 7 أهداف فقط في 29 مباراة أقوى خط دفاع مين بقى هدفين النادي الأهلي في الدوري محمد شريف شوف محمد شريف اللي الجميع بيتلومه كسين حتى مرسي الكرب بيلومه 9 أهداف هو هدف الأهلي علي معلول 7 أهداف كهربا 6 أهداف أحمد عبدالقادر 6 أهداف وعمل السلية 4 أهداف حدث ولا حرج عن النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي شعارف يعارف أن عرضة وأنا بجهز مقدمة وحديث عن النادي الأهلي هنقول إيه ونعيد إيه ونزيد إيه في النادي الأهلي الجملة الشهيرة يعني الجملة الشهيرة لا جديد يحكى ولا قديم يعاد هو النادي الأهلي بعاداته وتقاليده هو النادي الأهلي صاحب البطولات الكبيرة العظيمة هو النادي الأهلي أيوة النادي المبادئ وانت عشان تكسب كل ده لازم يكون عندك مبادئ وعندك أخطاء مناسبة يعني عشان ناس يقولك إيه تقولوا شوية تقولوا الأهلي لا عشان تكسب وتبقى ثابت على مدار 116 سنة لازم يكون عندك مبادئ ماشي عليها على مدار 116 سنة مبادئ واحدة هي اللي بتخليك تعمل نفس الإنجازات طول الوقت فيه أخطاء بقى في النص بتحصل طبعا طبعا مش حد كامل بس الأهلي الأكثر أو الأقرب للكمال دائما يا حقيقة واضحة ما فيهاش مجال للشك ألف مليون مبروك للنادي الأهلي ده النادي الأهلي